السلام عليكم اليوم عدنا مجموعة انتقالات لبرنامج Adobe Premiere Pro طبعا هذه الانتقالات تنفع للصور والفيديوهات تعمل على الإصدار سيسي 2018 2017 و 2020 خلينا نشوف المعاينة ونرجع من جديد اشتركوا في القناة نشكıyor بعد ما شفنا المعاينة رح نروح نضيفهم على البرنامج أول شي راح تروح على Effects بعدين على Presets لكيمين تختار Import Presets بعدين تختار الانتقالات وتختار Open تفتح مجلد Presets وراح تروح على انتقالات Glitch حسن المزوري تفتحها واتلاقي عندك الانتقالات عندي صورتين على Timeline وأنا احتاج أضيف Out أول شي بعدين أضيف In فلن راح تروح على انتقال مثل رقم 5 أصحب الOut تخليها على أول صورة بعدين راح أروح على In وأصحبها على الثاني صورة بعد الانتقالات راح تكون عدنا بهذا الشكل أي لو كانت عندي أكثر من صورتين ممكن نضيفهم على Timeline بعدين أصحبهم وخليهم يمنصور الباقيات بعدين لازم أخلي كل صورة نصفين فعني راح أروح على نهاية الصورة الأولى اللي هي أربع ثواني بعدين راح أقطع منتصف الصورة الثانية فحتى أصل إلى منتصف الصورة الثانية لازم نروح للثانية رقم 6 لأن كل صورة عبارة عن أربع ثواني فرح أروح على أربعة أكتب 6 نقطة وإنتر بعدين نتقليل منتصف الصورة الثانية أختار Ctrl K أو Command K على حسب النظام اللي عندك هي بعدين راح أنتقل إلى منتصف الصورة اللي بعدها فأضيف أربع ثواني أختار 10 نقطة وإنتر بعدين Ctrl K أو Command K بعدين 14 نقطة إنتر Ctrl K أو Command K بعدين راح أبدأ أضيف باقي الانتقالات راح ندي من البداية راح نروح على One Out أصحبها بعدين نجي على In Two Out أصحبها بعدين نجي على In Three Out بعدين Three In بعدين راح نجي ونشوف المعاينة إن شاء الله تحجبكم شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر